سلام عليكم أخواتي كديرت لبس عليكم إن شاء الله مزيان شكرا لتعليقات الحلوة اللي كدخلوها لي دايما وأخواتي اللي انضميتوا للقناة مرحبا بيكون مرحبا بيكون كلكم في القناة ديالي هنا كنت كان في خاطر يدرت هادو الروسكي جس انتع اسبانيا البنيا انتع اسبانيا وكي يخرج زوين ما شاء الله وهكذا وبعد الفاصل غد نقول لكم كل الطريق والمقادير لو كنت نسيتش حاجة نقدر نكتبها في صندوق الوصف اللي كانت مهمة لهذا شوفوا فيه تقدروا مهم هنا تقدروا تشاركوا في هاداك القناة ديالي مرحبا بيكون فضلا وليس أمرا وحتى عندي في انستاغرام نقدر ندير تمالي فوتو سعاد 8866 مهم هاداك كيكون هكدا مقرمش ولديد مهم هنا يا 14 جرام الخميرة وهاداك نافع فنوي واحد معلقة صغيرة ولكن مهر مش ماشي مطحون بالزايف واحد البيضة وهذاك الكيس اللي غادي نعبرو به هو اللي غادي نعبرو به الرباع انتع الزيت ورباع انتع السكر ونصف كاس نتاع عصير البرتقال ايضا فنقشر ونديك القشرة نتاع البرتقال غادي نحكوها ومن بعد غادي نديرو لها سكر فاني يلا بغيتو يلا بغينا نديرو سكر فاني مهم هاداك هاداك السكر ومن بعد ديك قشرة نتاع نتاع نحكو ديك التشين واحدا ومن بعد نديرو فيه داك الرباع انتاع الكاس تاع الزيت غادي نديرو داك الرباع انتاع كاس زيت غادي نديفو له نصف كاس انتاع الخر انتاع التشين البرتقال وحتى هاداك الرباع انتاع الكاس انتاع السكر نفس الكاس اللي غادي نعبرو به هو اللي نعبرو به وهنايا 14 جرام تاع هاداك يقدر يكون انه زوج آلزا وهاداك انتاع حبة الحلاوة باستخدر الحلاوة كي يكون صغير ماشي كي مهم بعد واحد البيضة نديرو فيه البيضة ونخلطه كل شي كل شي حتى هذه الخميناتاع الحلوة ومن بعد غدا خلطه مزيان مزيان حتى باش ما يكونش واحد هاداك باش ما يكونش فيه كويرات خاسنا ولا بود نخلطه مزيان 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 حتى هاداك النافع و هذاك النافع ما عليش كي يكون شوية مطحون وصفي هلمش نضيف وليه الدقيق نضيف وليه الدقيق تدريج بشوية بشوية حتى تكون عندنا واحد العجينة ما تكون شلاسقة ما تكون شقاسها بزافكة تكون لينة هنا هنا غادي نبينها لكم هنا يا حتى أنه ملي غادي نقطحها هكدا هنا غادي تلصق شوية على الدين ولكن ماشي تكون جارية يعني كنقدروا نجمعوها ومن بعد كي غادي نضيف لها غادي نضيف كل شي كويرات كويرات كلهم كلهم ومن بعد هاها شفتي بحلي كي نقطع المسمى مثلا ومن بعد غادي نضيف لها كويرات نضيف حتى كويرات بزوجة جدين نضيفها كويرة ومن بعد سافية نقرسها شوية هكذا ونضيفها بدقيق شوية بدقيق الأطراف الأصابع ومن بعد سنتقبوها كما تشوفوا ومن بعد سنتقبوها بحال كما نضيفها ونضغطوا عليها مرة ونضغطوا ونضوروها حتى أنها لا تريد أحسن تكون رقيقة أنا هنا سنتقبوها لكم ولكن من اللي كنت نرققها كنت نرققها لكي نرققها هيا شفتي هيا ونستطيع الحرب لها ولكن إذا حرب لها وبحال نضيفها بحال الكعك هذه نضيفها 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 بحالة لأن نقلبها بحالة ونقلبها بحالة وصفية لأنها تستطيع أن تكسر فهذا فهذه نضيفها بحالة الدائرة ونضيفها ونضيفها نضيفها ونضيفها تستطيع الحرب لنضيفها ونضيفها 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 بعد أن نضيفها قبل ان نقوم بتقريباً سكراً 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 نقصها 6 متوسطة لانها لا تحرق و يطيبون و لا يحرقون نقصها بشكل مستحيل لانها تكون الزيت من الأحسن يديرها مهم هذا الزيت الزيت هنا يحامي ولكن نقصها 6 متوسطة لانها تحرق و لا تحرق و حتى هادوك اللي كنت قلت لكم هادوك حتى يطيبون شوية بلا ما تحرقوا و عاد باش نقلبوهم بزوش هاداك بزوش فورشات لان هادوك اللي كانت دارين بالكعك لانه جينات ضغية ضغية نقلبوهم غادي تهرسوا اذا فمن بعد غادي سوفي نقطروها و نحطوها على هاداك الزيت على الورق ولكن تمثل ما يكونوا حاميات نضغطسهم في السكر سينورا هم ما يقبضوش سكر إلا كانوا حاميات حسن ضغية غادي تقطرو شوية سوف يتمثل ما هم حاميات نديرهم هاداك في السكر لان هم باش يقبضونا السكر سينو يبردو سوفي معاديش يقبضو السكر هاداك هي ومن بعد كيكونوا هكدا ما شاء الله كيكونوا زوينين ومقارمشين وماشي معجنين وهكدا هادا هي أعطيتكم طريقة والمقادير إلا بغي إلا نسيت شي حاجة مهما قدر نكتبها لكم في صندوق الوصف لابغيتو أي سؤال تقدروا تقولوه لي هكدا كيكونوا الداد ما شاء الله هادا هما اللي كنت فلحتهم شوية بالموس غي شوية ما ماشي حتى القنت مهم هادا هما وكا اللي درتو بلا موس بلا سكين وهكدا كيكونوا هاداك السكر باش نزين به لي على الطاولة باش يكون هكدا ولكن في التالي هادا كيكون فيه زيت صفي معلش ليكون يكون في الطابلو صفي مهم هكدا كيكون كيكونوا زوينين ما شاء الله شكرا للمشاهدة سلام شكرا للمشاهدة